هذا الوباء ليس له علاقة بشبكة مياه الصلحة الشرب التي تسيرها الراديو وليس له علاقة بالحنافيات والآبار هذا حتى الآن رانا نشكه ما زال مجرد شك ما خطر لازم نعرفه رانا نشكه في مواد غذائية طازجة لما تغليش هذا الفواكهة أو خضر ما لقيناش بالضبط وش هو ما هو الفاكهة بالضبط لأنه دقوحنا البداية يدخلها لمارشي أومبيلو هذو والفواكهة يدخلها قاعد من ولاية رانا في التحري في هذا الموضوع هذا لقدت لك منحو نحو هذا الاحتمال تعلميه لو كان لقد راك المياه كريد الكارثة مش المياه الشبكة ماش مياه الشبكة لكن مين انطلقت الكوليرا رانا نحوص ليها ماش من الماء الماء حللناه ما كاش من الماء هذا المرض كما يعني خطير كما عنده الوقاية هو بسيطة هو نظافة نظافة فقط نظافة الخضر والفواكه كي نشري خضر والفواكه نشري خضر والفواكه نغسلها بيان في الدار لأنه حبة الدلة ولا حبة البتك تقدر تكون الظهارتها كونتاميني بهذه الميكروبات خضروا فيه كبسفة عامة مش غير البتكوندلة كي نظافة اليدين مام في المنزل قبل الأكل وبعد الأكل لأنه الإنسان يخرج برا يقدر تكون تامينة برا يجيب المرضى لولاده إذن قبل ما نأكل مع أولاده يغسل يديه وبعد الماكلة يغسل يديه وثانياً لجابليزاسون تعلمه أنه كل ريتلا تعلمه منزلها لقطراتين جابيل المعروفة النصيحة من بكرين يسموها ويسموها المواطنين نجابليزي المال ماكسيموم يعني نجابليزي المال ماكسيموم حتى وورا جابليزي نقص المليح الخضر والفوك والمواد الطازجة باشي اللي يتغليق نقص الهبياء ونقص اليدين هذا المرض يسموه المرض التعليم مانسال مرض الأياد الملوثة